أحب أقوله إن إحنا من 3-4 أيام بس وصلنا نوتيس من حاجة دولية اسمها World Summit Award جائزة دولية جائزة دولية أخذتها الجمعية كأحسن حل رقمي للتوعية في مصر ده هايل جداً ده هايل ممتاز والجائزة دي قيمة جداً ومقرها في سالسبرغ وإن شاء الله حد سكرتير عام الجمعية يروح يسلمها رائب ده هايل جداً النومونيشن جالنا الإيميل والحل اللي إحنا قدمناه وخدنا عليه هذه الجائزة هو الكلود إحنا عندنا ديسك حاجة اسمها دايكا إنتر آكتف سوشيال كلاود السحابة المجتمعية التفاعلية لدايكا أي للجمعية تريد أن تشاهد ما نظر سوك للجمعية طب أنا بس أعود أسأل سؤال دلوقتي الجمعية دي معمولة ومتأسسة وخدمة جائزة عالمية أنا كمواطن عادي وعندي حالة سكر في البيت إزاي استفيد من الجمعية دي؟ يعني أروح إيه الخدمات تقدمها لي أنا؟ هقول لك إحنا أساسا ما بنديش أدوية ولا بندي فلوس ولكن بندي معلومات توعية وبنوصل لك المعلومات بطريقة بطرق مختلفة يعني فيش عبط الدكاترة شغلة بس هم بكشف أقل شوية إيه طرق اللي ممكن توصلوا بيها التوعية للمرضى السكر؟ أنا جايهم أولا الدكاترة الجماية فيها حوالي 200 دكتور بقدوا خصم يعني؟ يعني متطوعين متطوعين؟ وكل واحد يتصرف مع مرضاه براحته أحنا مش بحط نظامه نعمل لا هو يتصرف مع مرضاه براحته هو عنده رابة في خدمة المجتمع وبيقدم خدمة المجتمع ده من خلال مرضاه هو ممتاز الوسيلة بقى أحد يتسألي على الوسائل الوسائل مختلفة من ضمنهم التلفزيون عندنا قناة تلفزيونية على اليوتيوب عليها حوالي 100 فيلم الميت فيلم دول تلت ترباعهم كرتون أبسط كتير أول محاضرات الدكاترة اللي هو بتبسط المعلومة للطفل السكري بالزبط ببسط وجد الكرتون وبعدين فيها حاجات باللغة الإنجليزية والأطباء اللي هم أعضاء الجماية بيكتبوا سب تايتلز بالعربي عليها من تحت بيش راح المريض السكري العربي بالزبط يا رفيقر الترجمة الحاجة التانية غير القناة التلفزيونية فيه السحابة بقى السحابة فيها المحاضرات لها كلتا في الأول فيها كتب فيها كتب رائعة من الترجمة الظريف في الأمر السحابة دي مش مجرد حاجة بنخذب فيها وخلاص إنها في كل مكان وفي أي وقت من خلال التلفون تقدر حضرتك تقدر حضرتك توصل للي أنت عايزه وتجيلك وقدر روريك أمسية دلوقتي روي روي إنه الوصول لمحتويات والحاجات الموجودة على السحابة سهل ومتيسر وسارع جدا طيب تدينا لينك ليها ناس كتير